على مدار تاريخنا وإحنا بنغني البلدنا بنغني الجمالها نفتخر بيها وكمان تشجيع للشعوب التانية أنها تشاركنا الجمال ده مصر يا جماعة فعلا بلد جميلة جميلة بطبيعتها وشعبها وقصرها وقبلها وبحرها وأنهرها محدش يعرف قيمتها بجد إلى اللي سافر كتير وشاف بره وعشان كده تأثير جمالها ده امتد الفنانين في دول تانية مش بس فنانين عرب لأ كمان أجانب ومن آخر الدنيا كمان زي ما بنقول النهاردة معانا حالة فنية وقعت في حب مصر وبتغني بحبها كنوع من الدعاية للسياحة المصرية ضفتي هي المغنية الأمريكية أمون ستار اللي حتى باين من اسمها عشقها للحضارة المصرية أهلا يا أمون أهلا بكي كيف حالك؟ قولي لي بقى أنا عايزة أعرف حكاية اسم أمون ده اسمك الحقيقي ولا أنت سمتي نفسك أمون أنا أقول بائما بعمل موسيقى جديدة فأحببت أن أغير اسمي حتى يكون لي هوية جديدة واخترت اسم أمون من الحضارة المصرية وعندما وصلت مصر تخيلت الاسم وحدث لي موقف عندما دخلت الأهرامات جعلني أصمم على اختيار اسم أمون طب أمون احكي لنا حكاية مقبرة خوفه وحكاية الاسم في المقبرة كانت تجربة رائعة أنا زرت الأهرامات أكثر من ثلاثين مرة لكن في زيارتي الأخيرة حدثت لي تجربة مميزة جدا دخلت إلى مقبرة خوفه وعلقت بها دون أنوار لمدة طويلة وصلت لعشرين دقيق وخلال هذه الفترة قمت بتخيل أشياء كثيرة جدا وشعرت أنني سافرت عبر الزمن لمصر الفرعوني تخيلت نفسي من ضمن نلوك مصر القديمة وتخيلت أني قابلت أمون وعندما خرجت قررت أن يكون اسمي أمون يعني ما خوفتيش وانت في المقبرة لما النور قطع عليك وقعدت حاجة وعشرين دي بالطبع كانت تجربة مخيفة جدا لم يكن هناك نور أبدا وكنت بمفردي داخل المقبرة حاولت الخروج لكن الباب كان مغلق أكثر شيء أشعرني بالخوف وغير الظلام هو الفراغ فلكي أن تتخيلي نفسك عالقة بمقبرة ولا تستطيع الخروج منه طب إيه اللي خلاكي تقعي في حب الحضارة المصرية؟ أشعر أن مصر بيتي لقد سافرت للعديد من البلاد وأحببت الكثير منها لكن مصر البلد الوحيد الذي شعرت فيه أنه بلدي وعندما أتيت لأول مرة وبرغم أنه كان مكان جديد لكن أحسست أن الناس والحضارة المصرية جزء من حياتي طب إيه اللي بيميز مصر عن باقي بلاد العالم؟ أشياء كثيرة جدا فبين أوروبا وأمريكا أشياء كثيرة متشابهة مثل الثقافة والأكل والأشخاص والكلام لكن مصر مختلفة المصريون مرتبطون بثقافتهم وحضارتهم يمكن القول أن الأشخاص في مصر مرتبطين بالأرض والمصريون يتميزون بخفة الدم وأنهم بشوشين ولديهم ابتسامة جميلة فهم مختلفون عن الناس في أوروبا تقولي إيه بقى الشبابنا اللي مش عجبهم هنا وعايزين يروحوا أمريكا لأن في حلم أمريكي عنده شافوا من خلال السينما الأمريكية سورة أمريكا إنها مدينة الأحلام وتعتبر من أجدد البلدان في العالم لكن مصر هي أم الدنيا فأمريكا تعتبر طفل ومصر هي الأم من وجهة نظري نحن بحاجة إلى الأثنين معا الطفل والأم فمن يعيش في مصر يرغب في الذهاب إلى أمريكا ومن يعيش في أمريكا يرغب في الذهاب إلى مصر فهم يكملون بعضهم البعض يعني تبادل الثقافات مهم دي الخلاصة يعني طيب هل من خلال فنك لما بترجعي أمريكا أو بتسافري أو بتعملي فن في أمريكا بتحاولي تغيري الفكرة المتاخدة عن مصر من خلال الأفلام الأمريكاني جو أمريكا؟ حاولت أن أغير نظرة الناس في أمريكا لمصر والثقافة المصرية من خلال ألبومي الأول كان اسمه الأصل وكانت هذه المرة الأولى التي يسمع فيها الشعب الأمريكي موسيقى عربية ومصرية في ألبوم غني وقد أعجبوا بالأغاني والموسيقى بشكل كبير وقد ترشح الألبوم لجائزة جرامي وحصل على أكثر من جائزة عالمية ومن هنا عرف الأمريكان شيء جديد ومختلف على الموسيقى المصرية طيب عايزين نسمع بقى أغنية مصر اللي انت عاملاها بصوتك موسيقى لقيت صعوبة في الغنى باللهجة المصرية أنا أعيش هنا وأحب أن أقوم بعمل أشياء كثيرة في مصر أحب أن أمثل في مصر وأتمنى أن أقوم بعمل أدوار كوميديية طيب إحنا ممكن نختم معاك بأغنية سأقوم بغناء أغنية راقصة قمت بالتعاون شكرا لك شكرا لحضورك معنا أمون ويعني أنت هنا بين أهلك وهي فعلا في اللقاء قالت أنا حاسة أن دي بلدي ويعني ليش رمامايت أني لازم نرجع عليها تاني وهي قعدة معنا الوقت الحلوة خلص بسرعة دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا استنونا